في الحلقة الجديدة ما هي خطوة كارتال لحماية شقيقه شهين؟ هل سيتمكن نازان من إيقاف فيفزي الذي يعلم أن الشخص الذي قتل ابنه أكتاي هو في الواقع شهين شقيق كارتال؟ فهل سيكون هناك تقارب رومانسي بين نازان كارتال؟ عندما يكون على وشك إطلاق النار على رأس كارتال سيقول نازان يا أبي توقف لا تفعل ذلك أنا حامل هل سيكون كارتال والد طفلي؟ هل ستكتشف خطيبة نازان زينل العلاقة بين كارتال ونازان؟ يمكنك أن تسأل عن أي شيء يثير فضولك في قسم التعليقات أبناه ولا تنسى الاشتراك في قناتنا وتفعيل جرس الإشعارات في الحلقة الجديدة من مسلسل الدم الفرسد تبدو حياة مصممة على جعل كارتال يخضع للانتحانات في أماكن لم يدرسها من قبل وجعله أضعف من خلال ضرب أضعف جانبه يجب أن يكون إرتاني سباني هو الشخص الأنسب لدور كارتال في هذه السلسلة أيها الأصدقاء أهنئ كتاب السيناريو والمنتجين آمل أن لا يكون هناك ما يدعو للقلق بشأن وقوع مثل هذه السلسلة الرائعة ضحية للتقييمات والوصول إلى النهاية مقارنة بالمسلسلات الأخرى التي يتم بثها يوم الجمعة أدعو مشاهدين الكرام لمشاهدة مسلسل الدم الفاسد الذي يذاع على قناة الآن أيام الجمعة أمام مسلسل الطائر الرفرف ومسلسل شراب التوت البري الذي تغير نصه بالكامل هاي يمكننا معا أن نحافظ على استمرارية هذه السلسلة الجميلة عندما يعلم كارتال أنه من المستحيل على شينول سداد ديونه لفوزي حتى عن طريق بيع المكان سيشعر بأنه مضطر للعمل لدى فيفزي لمنع أي ضرر لعائلته على الرغم من أن كارتال يحاول سداد دينه لفيفزي والتخلص من هذه المشكلة فمن أجل سداد دين شينول عليه إما أن يجعل فيفزي شريكا في المكان أو يجعل من نفسه عبدا لففزي من فلال القيام بمهمات فيفزي على الرغم من أن كارتال يقول إنه لن يكون شريكا مع هؤلاء الرجال إلا أنه سيعتقد أنه ليس لديه فيار آخر لسداد ديونه لهم وسيتعين عليه إعادة النظر في عرضه ليصبح شريكا على الأقل حتى يتخلص فيفزي من مشاكله حتى لو قال كارتال إنه لن يقوم بأعمال تجارية ولن يكون شريكا مع هؤلاء الرجال بأي ثمن فإن التطورات وخصة حقيقة أن شهين قتل أوكتاي نجل فوزي ستجبر كارتال الآن على القيام بذلك لقد وصلنا إلى نهاية تحليلنا يمكنكم كتابة أفكاركم القيمة حول المسلسل في قسم التعليقات أدنى إلى اللقاء في الفيديو التالي ترجمة نانسي قنقر